أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس أنواب أهمية استمرار تنسيق العمل البرلماني العربي المشترك في مختلف المحافل البرلمانية وذلك تفعيلا لدعوات تعزيز أطر التعاون بين المؤسسات التشريعية في الدول العربية بما يخدم مصالح الدول العربية وشعوبها لفتن إلى أهمية تمثيل مملكة البحرين والسلطة التشريعية في هذه المحافل بصفتها أحد الأعضاء الفاعلين في العديد من الاتحادات البرلمانية على المستويين العربي والدولي إلى جانب إظهار وإبراز الإنجازات التي حققتها المملكة في جميع المجالات في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده وفد الشعبة البرلمانية برئاسة معالي رئيس مجلس النواب لبحث ترتيبات المشاركة في أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في مقر مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من الرابع إلى الخامس من إبريل الجاري حيث سيعقد المؤتمر لقاء تشاوريا لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية وجلسة عامة للمؤتمر يتم خلالها التباحث حول الوضع العربي الراهن كما تعقد كل من اللجنة التنفيذية واللجنة القانونية اجتماعها قبيل المؤتمر والتي ستتضمن بحث عدة موضوعات تتعلق بمكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار والمرأة والطفولة والصحة إلى جانب النشاط الدولي والإقليمي للاتحاد خلال العام الجاري ترجمة نانسي قنقر